انطلاق مفق غازة الجمهور والحضور الكريم 16 من الجهة المهجنة الاصيلة تشارك مسافة الميل 1600 متر من وسط الجهة دروكو نيت نسان نورة بنشاء الكواري وستيفان لجاج ومن الجهة الخارجية تعطى ليعازات للجواد تروسني مربط مرقاب وآدريا نيكولاس وتخطف الصدارة في الوصفة هناك شعر الأصفال كرافتت والفارس جيرالد أفرونش إبراهيم سعيد المالكي ومن الجهة الخارجية رشيد أمبارك سعيد جفال النايمي والسانع البرتو محاولة للحق من الجهة الخارجية والجواد زكون ولكن سيد أحمد حسن وكلي جهني ولكن الصدارة جميلة وقوية وثنائية قوية تروسني من الجهة الداخلية والجواد محاولة للجواد يسكورد ابن جاسم محمد الغزالي وجيبي جامبر وخطوة بخطوة تجاهنا إلى المنعطف قبل الأخير وذهبا إلى المنعطف الأخير رشيد قادم من الجهة الخارجية بوضع جميل ومن الجهة الداخلية نشاهد لا يزال الصدارة مع تروسني والجواد يسكورد في وضع اليد وتعطى لعزاد شيري ستوم من وسط الجهة رشيدة من الجهة الوسطى أيضا ومحاولة نعم شيري ستوم أحد الجهة المرشحة في هذا الشوط ملك السمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وكرافتت في الترتيب الثاني محاولة للحق شيري ستوم يفوز بهذا الشوط عزاء الجمهور والحضور الكريم شاهدنا وهذا تأجي شوط السابع عزاء الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم ستة عشر شيري ستوم مولك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والفارس هاري بنتلي ومن درد جاسم الغزالي موبروك في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم خمسة كرافتت ملك سيد إبراهيم سيد إبراهيم المالكي والخيال جيرالدو برانش وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم أربعة عشر جميلة تاور ملك سيد إبراهيم سيد إبراهيم المالكي والفارس ماركو منتريسو وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم ثلاثة روكو نيت ملك الأنسة نورا بنت شعيل الكواري والخيال استيفان لجاج وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم خمسة عشر بيس أكور ملك ابناء جاسم محمد الغزالي والخيال جي بي جامبو ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ أعزاء الجمهور بقوا معنا لمشاهدة الحدث الأكبر في هذا السباق وكأس المغفور له إن شاء الله يوسف الرميحي ترجمة نانسي قنقر